يوم بعد آخر تتسع هوة الخلاف بين تركيا والولايات المتحدة الأمريكية ولا يبدو بأن التقارب بين البلدين الحلفين في النتو ممكنا مع إحجام النظام التركي عن تقديم أي تنازل في مسألة إطلاق صراح القص الأمريكي أندرو برانسون الذي تحتجزه تركيا منذ قرابة عامين المتحدث باسم رئيس النظام التركي رجب طيب أردوغان إبراهيم كالن قال بأن بلاده سترد على أي عقوبة أمريكية فيما يتعلق بمحاكمة برانسون كالن أشار أيضا إلى أن وزيري خارجية البلدين الذين يحضران اجتماعا في سنغافورا سيجريان محادثات هذا الأسبوع ستتركز بمعظمها حول قضية القص الذي أخضعته أنقرة للإقامة الجبرية وفي السياق قالت وسائل إعلام تركية رسمية ثلاثة أن محكمة تركية رفضت التماسا للإفراج عن القص الأمريكي من الإقامة الجبرية خلال محاكمته بتهمة تتعلق بالإرهاب بينما قال جيم هالفورد محامي برانسون في حديثا لوكالة رويترز بأنه لم يتم أخطاره بحكم المحكمة ومن المقرر عقد الجلسة التالية لمحاكمة برانسون في 12 أكتوبر 21 والذي يمكن أن تسهم تدعية إسرار النظام التركي على عدم إطلاق صراحه بانهيار تفاهمات البلدين حول عدة قضايا لاسيما ما يتعلق منها بالوضع في سوريا